مصطفى محمد دلوقتي رايك في ايه؟ تطور بشكل كبير جداً تطور بشكل رائع يعني تمام؟ يعني هو كان عنده عيوب كتيرة تدى يتلشها تمام؟ الماتشات والاحتكاكات بتخلق اللعيبة كبيرة يعني ممكن باش عنده المهارة العالية أو الفائقة يعني تمام؟ لكن أصبح عنده كواليتي راس حربة جيد جيد؟ اه اه ممتاز ممتاز صعبة شوي مصطفى محمد؟ لأ بقولك مش هقول مش وحش بقولك جيد اه تقولي مش وحش يعني لأ مش هقول مش وحش اه فهم مصدي لا لأ جيد جيد هرده أبتحرك كويس اه تمام؟ اه اه طب نقصه عشان يبقى ممتازه زي ما قلت هو الفكرة بتاعت مصطفى هي نفس الفكرة على فكرة بتاعت وسامة نفس الفكرة بالزبط اه تمام؟ أنا لعيب بلع في البوكس بس اه تمام؟ بره البوكس لازم تشتغل كتير جدا عشان تتفوق على كل اللي حولك يعني ايه اللي مخلص ظاهرة عامل كده احسن رحف العالم ليه؟ مش رب يقف طب ما فيه بيرباتوف لعب في الحتة دي وفيه اسماء وتريزيجية لعب في الحتة دي تريزيجية تاني ليه بتريزيجية طبعا لعب في الحتة دي واسماء كتيرة جدا لعبت في وكراوتش لعب في الحتة دي اسماء كتيرة بس ما علموش ليه؟ لان هو بيعب في مكان بيلعب في الحتة من السهل انك تصنع رأس حربة يلعب في الحتة دي من السهل انك تصنع لعيب رأس حربة يلعب في المكان دي ما عندي لاش حد في مصر انا ممكن انا النهاردة ممكن اصنع لك لعيب رأس حربة يلعب في البوكس ويقدر جيب جواه تمام؟ لكن مقدارشة دي لأصنع لك واحد عنده كواليتي عالية جدا يلعب بره وجوه ومهارات ويشوف بيمين ويش ماله ويرفع وعمل كروتسات ويشتغل مع زميله ويصنع فرص تهدفية لازم اقدرشة اصنع كل ده لكن اصنع لك واحد عنده بونية قوية انه يقدر يسجل اهداف ويشتغل في البوكس كرأس حربة عنده مقاومات رأس الحرب يعني تقصد انه اللي موجودين دول مصنوعين بس ما عندهمش مهارات لا عندهمش امكانيات لا عندهم امكانيات تهدفية لكن ما عندهمش مهارات فردية